من أهم العوامل التي قد تعيك سعادة ونمو العائلة الجديدة هي الأحباط الذي قد يصيب شركي الحياة نتيجة التوقعات المثالية المبالغ فيها فما هي خطورة التوقعات المثالية في الزواج الحديث؟ وهل السعي وراء الكمال في الزواج يعتبر عملا إيجابيا أم سلبيا؟ وكيف يمكن الوصول للتوازن المقبول بين الواقعية والمثالية في الزواج؟ وداعا للمثالية وأهلا بالواقعية هذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج مشورة كافي فابقوا معنا من رحب فيكم أحباء المشاهدات والمشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا مشورة كافي حلقة اليوم بتحكي عن موضوع كثير مهم وهو أهلا بالواقعية وداعا للمثالية منرحب فيك كمان دكتور ملاك نصر أهلا بحضرتك أهلا فيك معنا بالمرنامج أهلا بك منذكر أن دكتور ملاك هو استشاري نفسي ومدرب علاقات وأستاذ علم النفس الإرشادي بجامعة دفجن الأمريكية أهلا بك دكتور مثل ما قلنا اليوم وداعا للمثالية ماذا بتحكينا عن المثالية وكيف تعيك الشعور بالسعادة في الزواج الحياة المثالية واحدة من آفات الزواج بس لو لازم نعرف ايه المثالية المثالية هي وضع مستوى عالي جدا أو مقياس عالي جدا فوق الطبيعي للسلوكيات والأفكار والأحداث في الحياة تاني أنا شخص مثالي معنا كده أن أنا بحط مقياس عالي جدا لنفسي في كل حاجة ومقياس عالي للآخرين في كل حاجة لكن ما يحدث في الواقع هو العكس أنه مش بالضرورة النسبة العالية جدا اللي أنا حطتها لنفسي في الإنجاز في التصرفات في المواقف حتى في ردود الأفعال في السعادة اللي أنا بسعى إليها مش بالضرورة تكون مية في المية زي ما أنا حطتها صورة بتكون مرسومة بالضبط هي صورة صورة عقلية كمان تخيل معين مثلا لحياتي بعد الزواج هتكون شكلها إيه تخيل معين للشخص اللي أنا قرزي ارتبطت به بالفعل ارتبطت به ومنتظر أنه يكون شخص سوبر سوبرمان أو سوبرومان يعني رجل خارق أو امرأة خارقة ليه؟ وبتيجي النين المثالية دي بتيجي من محاولة الشخص أنه يطفي احتياجاته ومشاكله وضعفاته على توقعاته فأنا عايز كل مشاكل تتحل عايز كل ضعفاتي واحتياجاتي تسدد عايز كل ما لدي من نقاط ضعف وتعب أو حتى مرض تشفى طبعا كويس أنه الإنسان يحلم ده جميل جدا أو يسعى أو يسعى للكمال بس ما يحط لنفسه أو للآخر بالذات شريك حياته مستوى عالي جدا أقوى من إمكانياته أو يمكن منيح أنه الواحد يحط أو يسعى لهالأهديف كويس بس ما يحاسب بقوة مظبوط ما يكون برضو يحط بتعقل يعني أنا بيجبني تعبير حتى الكتابي التعقل التعقل شخصي يكون العقلانية آه معنى إيه التعقل أنا مش فكرة يعني لكن هو التعقل معناها أنه أنا ببص للواقع وإيه معطياته فأخرج منه بأمور تساعدني أطور من هذا الواقع ولكن حسب إمكانياتي وحدة وحدة وسنة بعد سنة مثلا في الزواج اللي بيحصل تحديدا هو أنه مثلا في الحب الحب بطبيعته مثالي جدا ومطلق ولا يعرف الحدود ولا السدود ولا يعرف أي مقاييس وقعية يعني التعريف الحب بالضبط يختلف ويمكن بعد ما وصل حدا يعرفه بطريقة ده صحيح سيبتي والكل بيعتمده ده صحيح بس طبيعة الحب كده في البداية لكن بعد شوية المفروض أنها أبتدي أكون وقعي ومنطقي حتى في مشاعر دي علشان قادر أوزن أو أتوازن بين توقعاتي وتطلعاتي ومتطلباتي وبين ما يسمع به الواقع كمان لقوا أنه لما بفهم الواقع كويس وممكانيات وإيه بقدر فعلا أحلم بتطوير هذا الواقع يعني قبول الواقع هي بداية تغيير هذا الواقع لكن إنكار هذا الواقع والحلم بشيء مثالي جدا بعيد عن قدراتي وقدرات الطرف الآخر صعب مثلا ما يفعش مثلا أن أنا أكون بأحلم أن أنا سأكون في خدال سنة مالتي مليونير حلم حلم ممكن أحلم أن أنا أكون في خدال سنة أن أنا مثلا أترأى أدرت أن أنا أوفر جزء من مرتابي وابتالي أحطه مثلا في البنك وابتدي أستثماره مثلا لكن صعب جدا الفكرة أنه كل واحد فينا ليه إنجاز التعبير عضلات معينة كل البشر لهم عضلات مش بس في الجسم لكن في النفس والعقل والقدرات فيه فروق فردية منفعش أنا أطلب من شريك حياتي أن تكون عضلاته النفسية والاجتماعية وغيره وغيره قوية جدا فيوصلني لكل أنا أعايزه لأ صعب جدا نحن بنمشي خطوة خطوة ومرحلة مرحلة وكده إذا ما يقوله step by step أو خطوة خطوة المثالية كمان بتبقى أحيانا بتبقى بتطلب حتى من الشخص الشخص يطلب من نفسه ومن ذاته تحقيق إنجازات عالية جدا في وقت قصير جدا لا إحنا مخلوعين تحت حكم الزمن الزمن يتحكم في أمور كتيرة جدا جدا وكل شيء لابد له وقت ويطدق إحنا محتاجين نتعلم كيف نكون واقعين مع إضافة لهذا الواقع اللي هو مش بس الوقت التست بقى الجميل أنا بأحلم بكرة هيكون أفضل أنا والشركة حياتي بكرة أكون أحسن النهاردة إحنا مشين بطريقة معينة بكرة هنكون أفضل شوية وهكذا وحاجة تانية كمان المثالي وهي أننا لا أقيص نجاحي على نجاح الآخرين في الزواج تحديدا شايف فلان وفلان عايشين إزاي مع بعض سواعداء طب إحنا ليس نكون بهذه الطريقة شايف طبعا أنا معرفش أساسا أنه فلان وفلان في الواقع تعساء جدا لكن ممكن جدا يكون قدام الناس في أقنع وهذا بيحصل كثير هؤل الأشخاص كيف راضيين بهالوضع أنت مش راضي بهيك إيش أريدك أكتر صحيح مقارنة مرات بالضبط مقارنة صعبة جدا فده بيحمل علي أنا بيعمل علي ضغط وعلى شريك ضغط آخر لأنه إحنا لسه بنتعلم ولسه بنمشي مع بعض الطريق النجاح لو مثلا حاجة تانية غريبة جدا بيسموها الفيسبوك أو ما معناه غيرة الفيسبوك بين الأزواج يعني أنا أشوف فلان وفلانا من الصورين صور في منتهى السعادة ومنتهى الجمال وعائلة سعيدة جدا جدا مثالية فبحث أن أنا عندي مشاكل الناس دي سعيدة ازاي لا مش بالضرورة ممكن جدا يكون عندهم مشاكل لكن قادرين يتغلبوا على هذه المشاكل وبرضو سعداء أو ممكن ناحية تانية يكونوا غير سعداء بالمرة ومجرد مظاهر بالضبط كده بالعكس أنا لاحظت ولاحظوا في الدراسات كلما قام عن الشخص في إبراز الصور وعلى فيسبوك أنه سعيد جدا معناها في علامة استفهام كوشن مارك لا في حاجة أنت بتحاول تبدو بعكس ما أنت بتعيشه فده اللي بيعيشه الناس حاليا وضع مقاييس عالية جدا لنفسهم وللطرف الآخر ما نقدرش نحققها بس عندي سؤال لحضرتك دكتور كمانا في بعض الأشخاص بيخلقوا بحيد المثالية أنا بعرف كثير من الناس منهم صغار مثلا هذا الشغل يجب أن تكون بهذا المحل أنا لا أقبل غير مثلا لا أظهر قدام العالم غير بالتياب ويجب أن يكون لابس كلسات وحزاء هناك هناك يخلقوا بجناتهم يمكن أن يصعوا للمثالية يمكن أن يصبح خلاف أن واحد من الشركين لا يوجد ترتيب ونظام في البيت يخلق خلاف أن الشركة الآخر يريد أن الأمور تمشي عسكريا مزبوط هذه الأمور مرات تؤدي لكمانا خلاف المثالية تكون يمكن الشخص لا يستطيع أن يسيطر عليها لأنه هو خلق يعني أشكرك لأن نظرنا للنقطة دي أن الأكتر منه هو التربية تربية كمان وباللاحظ أن كلما كانت التربية صارمة بقواعد وقوانين صارمة جدا لا تعرف النسبية ولا الرحمة على طول الطفل يطلع شخص مثالي على طول بارك يعني مباشرة يعني بتختلف بين الشخصيات طبعا بس طالما تعرض لتربية صارمة جدا بيطلع عنده إحساس بأنه لابد أن يكون حسب القواعد وحسب القوانين وحسب اللوائح وحسب المفروض فبيعيش الحقيقة بيعذب نفسه ويعذب العيش معاه لأنه العيش معاه في بيت واحد شريك حياته ومش بالضروري يكون تعرض النفس المثالية بالعكس ممكن يبقى فوضوي يعني فده بيخلق مشاكل عالية جدا لأنه في مقولة شوية مضحكة بتقول الزواج الجيد بيكون بين زوجة عمياء وبين زوج أصم لأن الأمرأة بالعادة بتكون هي مرتب البيت وكذا بتتعب فيهم هلأمور أفضل تكون عمياء تعت النظرة عمياء ما تشوف كتير في بعض الأحيال ما يسمع شو بتقول ده صحيح مش ضروري ركز في كل كلمة تتقال بعد كده أنه لابد نركز كويس قوي في كلام المرأة وهكذا في الاختلافات لكن يعني اللي أنا عايز أقوله أنه فعلا الفكرة أنه إحنا محتاجين حتى لو خلقنا ده ما حرك قلتي بالتعبير أو إحنا تولدنا وتربينا في ظروف خلتنا مثالين جدا لا لابد نشتعل على نفسنا ونبدأ نكون واقعيين جدا لكن هذه النزعة للكمال دكتور فينا نقول أنه في بعض الحالات تؤدي إلى قتل هذه الزواج والحب تماما تماما وبتحصل يعني حالات كتير بالجنة السبب الرئيسي هو النزعة للكمال النزعة للكمال نزعة مزعجة مزعجة للشخص زي ما قلت لحضرتك ومزعجة كمان للشخص الآخر مزعجة لكل المحيطين به في الشغل المزعجة تخلق عدم التقبل مرات للشريك طبعا طبعا لأن كل شخص يهمه أن يتسرب حريته وبعفوية أنا عايز في البيت فلازم أكون مرتاح بس طبعا مش بعفوية للدرجة اللي بيها أقذي شعور الطرف الآخر أو أقذي حتى عينيه أو كده يعني هنعرف أكتر بالتفصيل شكرا يا دكتور رح نتار ناخد فاصل قصير ثم نعود أحباء المشاهدات فلا تنسوا أن تتواصلوا معنا على عنوان البريد الإلكتروني وأيضا على رقم الهاتف الظاهرين أمامكم على الشاشة يسعدنا تلقي تعليقاتكم ويسعدنا كذلك الإجابة على أسئلتكم انتظرونا بعد الفاصل نرحب فيكم أحباء المشاهدات والمشاهدين في القسم الثاني من حلقتنا لليوم ببرنامج مشهورة كافية بعنوان وداعا للمثالية وأهلا بالواقعية رحب فيك دكتور مرة تانية أهلا بحضرتك نكفي ونكمل موضوعنا اليوم بس قبل نرجع نتطرق للأسئلة لدينا سؤال من خارج الستوديو من مشاهدة بعثت لنا إيميل بقول أنا إمرأة وحب أن أضع لكل شيء مقاييس عالية في حياتي وخاصة في علاقتي برجلي ولكن بعد فترة من علاقتنا أصبحت محبطة بشدة من كل شيء تقريبا فيها وكأن أحلامي كلها تسقط أمامي واحدة ثم واحدة ماذا أفعل؟ هل العيب فيها أم فيه؟ سؤال مهم سؤال مهم وقوي وأنا الحقيقة أحييها على محاولتنا تسأل هذا السؤال هذا السؤال وكمان أنها بتسأل هل العيب فيها أو فيها؟ كويس أنها وصلت للسؤال تفتش عن الحل بالزبط في إيجاد الخطأ هو الحقيقة يعني فيه كده جملة مهمة أساسية في سؤالها بتقول أحب أن أضع لكل شيء مقاييس عالية في حياتي وخاصة في علاقاتي برجلين هذه هي المشكلة الأساسية كنا بنحكي قبل الفاصل فكرة الفعلا وضع المقاييس العالية للشخص لنفسه أو للآخرين خاصة في علاقة زوجية وأنا أتوقع أن الزوج هذه السيدة الفاضلة مؤكد بيعاني بشكل أو بآخر من هذه المثالية العالية أو المقاييس العالية اللي بتحطها المرأة لزوجها طبعا عايزين نقول مش معنى كده أن الحياة بتمشي بدون مقاييس وبدون روابط أو قوانين بالزبط لكن هيا الفكرة أنه عايزين بس نكون فيه وبنقول لها الكلام ده شيء من المرونة في التعامل مع نفسها مع جوزها أو حتى مع أولادها لو موجود أولاد طيب نعمل إيه؟ تفتكري إزاي نوازن بين المثالية والواقعية بين شخص مثالي بطبيعته زي زي هذه السيدة الفاضلة وبين الواقعية اللي هتريحها كتير بعد كده هل نتراجع عن العلاقة ونحس إنه خلاص أصبح شخص مزعج مش ماشي حسب ما أنا عايزة في ناس بيعملوا كده وبيفشلوا العلاقة وخلصنا يعني ما بيقدرواش يكملوا لأنه بيصدموا في أهم حاجة عندهم وهي أن عندهم في أذهنهم خطوط حمرة ما ينفعش الشخص الآخر يتعداها يعني يعله السقف طبعا طبعا الشخص المثالي عنده خطوط حمرة من بدءا من مثلا عدم الغلط أو عدم الخطأ تماما أو الخطيئة غير مسموح نهايةا بالمفروض أن الكوباية بعد ما تخلصها تروح تحطها في الحتة الفلانية دي في المطبخ في الركن الفلاني علشان لما أجي أخس الموعين أليها في المكان ده طب افرد أن أنا ما أخذتش بالي وحطيتها في مكان تاني وعادة أن تحصل مع الراجل كده كتير يعني لأ تبقوا مشكلة فلا أنا نفسها بنتخاني على حاجة ممكن جدا جدا تتكرر يمكن يوميا يوميا مثلا لو سمحت على التلفزيون تحطهوش في أي حتة لا هو ليه مكان هنا جنب الفوتية حطه فيه عشان لقيه بعد كده دايما الراجل يعمل كده وحطه ويمشي طب نعمل إيه فالأمور البسيطة دي ممكن لها حل لكن الأمور الأكبر مثلا أنا لا أقبل بأي حامل أحوال أنه زوجي مثلا يقع في نقطة الضعف معينة لا أقبل بأي حامل أحوال أن زوجتي مثلا تكلم شخص غريب أيا كان دي مقاييسة عالية جدا أنا لا أقبل بأي حامل الأحوال وهكذا فكرة لا أقبل لا أقبل دي معناها خطوط حمراء عالية جدا أنا بأقول صعب صعب كتير فمش بقدر يمشي عليها فأول حل هو أن أنا أتراجع عن علاقة طبعا هذا مش حل دي أمر سالبي وانسحابي ديكتاتوري طبعا ديكتاتورية أحيانا لكن يعني خليني أقولها شوية ميجي ديكتاتورية بقدر ما هذا الشخص المثالي يعني هو برضو مع مقاييسه اللي تربى عليها زي ما قلنا قبل الفاصل معذور شوية يعني هو تربى أو زي ما قلت يا حرك بالتعبير خلق كده يعني غير أن أنا أنسحب أو أترك العلاقة الموزعجة دي وهي فكرة الشفقة أو التعاطف مع الضعف الإنساني ما فيش حد ما بيغلطش بدأ من أن أنا بنسى أحط الريبوت في المكان المناسي بتاعه أو الكوبية في المطبخ انتهاء بأن أنا ممكن أكون غلط أو حتى مرت بأي شكل من أشكال الأخطاء الكبيرة في الحالة دي نعمل إيه لابد أن نكون بتعاطف مع هذا الضعف لأنه إحنا البشر بنغلط لأن إحنا ضعفة طبيعة بشانية ببساطة وزي ما هو بيغلط أنا ممكن أكون بغلط بالعكس الشخص المثال اللي ما بيغلط بيخبي تماما عن كل الناس وهارب الناس لي علشان لا يبدو بصورة غير مثالية أمام الناس ولا يعرف أبدا معنى الضعف الإنساني الضعف الإنساني إن الإنسان بطبيعته معروف إنه هو خطاء أو الصديق يسكف اليوم سبع مرات والرب يقيمه طبيعتنا الخطأ لكن إحنا بنعمل إيه إنه نكتشف فيه خطأ نعالجه فيه نقطة ضعف نحاول نصلح وهكسب فأول حاجة هي فكرة الشفاء أو التعاطف لما تعاطف مع نقطة الضعف اللي في شريك حياتي حتى لو كان بتأذيني هنا مفتاح رائع إنه أنا هبتدي أكون وقعي وتعمل تفهم يعني طبعا التعاطف كومباشن إن أنا شايفه بيغلط في نقطة معانا هو ضعيف فيها أنا حاول أوي فيها مش أهاجم مش أعطع العلاقة مش إن أنا أنهي الأمر كأن الأمور بهذه السهولة ممكن تنتهي ثالث حاجة مثلا أنا كمان لابد إن أنا أعترف إن أنا شخص ضعيف ومحدود لأنه فكرتي إنه ويحي أخرى طبعا فكرتي عن نفسي أنا بتساعد كتير إن أنا أكون أفكار صحيحة عن الآخرين صح كده يعني إنه لما أعرف إن أنا شخص محدود أعرف الآخرين محدودين إن أنا جوايا ضعف الآخرين جواهم ضعف وهكذا يلزم شوي التواضع هون طبعا ما هو إيه التواضع حضرتك إيه تعريفه في رأي شخصي التواضع هو أن يعرف الشخص حجمه الطبيعي والحقيقي ولا يتفاخر فيه قدام الآخرين بالضبط يعني أنا أعرف حجمي كويس لأكبر يبقى كبرياء ولا أقل يبقى إحساس بالنقص يعني التواضع توازن بين النقطتين دول عشان نفهموش عدم التفاخر قدام الآخر اللي هو يمكن أضعف بالضبط منه يعني فينا نقول كمان دكتور أنه لازم يكون فيه شوية يلبس لباس الآخر يعني يحط حاله بمحل بمكان الشخص الآخر ويحاول يتفهمه وكمان المعاملة بالمثل مثلا أنه يفكر أنه أنا لو كنت بهيك ظرف بهيك موقع لو كنت مكان وعمل إيه كيف بحب أنه الشخص يعملني أعامله بالمثل فهون بتحل شوية إلى حد ما طبعا طبعا فيه كمان فكرة مهمة جدا جدا وبقولها للسيدة الفاضلة اللي بعت الرسالة دي أن هي حاسة أن فيه مشكلة يطر العفية وفيه الشخص المثالي أو بشكل عام محتاج أن يكون حقيقي مع نفسه لابد أن هو يراجع نفسه ويشوف جاب منين هذه المقاييس العالية ليه مقاييسه بتزعج الطرف الآخر باستمرار ليه مقاييسه والشخص المثالي في البيت هو برضو مثالي في العمل ومثالي في العلاقات مع الصداقات مع الجيران مع الزملاء في كل حتة مثالي لابد أن يسأل نفسه أنا ليه فيه نقطة معينة مش شايفها اللي هي البلايند سبوت بيوسموها أو النقطة العمياء في علاقاتي لأنه أنا مثالي أو بحط للناس مقاييس صعب يمشوا عليها نقطة التراجع مع النفس دي وأن أنا أبتدي أشتغل على نفسي دي نقطة مهمة جدا 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 في التوازن بين المثالية والواقعية حاجة ثانية كمان أنه الأشخاص المثاليين في بعض منهم معطائين بشكل سخي جدا زيادة عن اللزوم فيتوقعوا من الآخرين رد فعل برضو بنفس الثراء والغنى وبنفس الزيادة عن اللزوم في نفس المستوى لا مش بالضرورة فأنا لازم المشكلة أحيان يبقى عندي أنا وهي أن أنا أبدي زيادة عن اللزوم في كل أوقات وبدون معايير لأن أنا مثالي فأنا حاطت لنفسي صورة مثالية وشخصية مثالية إيه الشخصية المثالية؟ الشخصية التي تعطي باستمرار بلا مقابل الشخصية التي تتحمل باستمرار ولا تتكلم الشخصية وا 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 إنه تطلب هي بالضبط متطلبة فينا نقول طبعا متطلبة لأنه أنا بطلب من نفسي أمور عالية جدا فبطلبها من الآخرين بنفس المقاس ده صعب وأمره معذب جدا وفي الآخر مع الأسف الشديد ممكن يؤدي إلى انهيار العلاقة بالكامل وأنا بعرف رجال كثيرين هربوا من البيت الزوجية بسبب مثالات الزوج أو زوجات في نفس الطريقة برضو يعني أصبح البيت جحيم لا يطاق لأن الراجل عايز المكان ده في العاكل بالطريقة المعينة في الوقت المحتى والبيت بالطريقة المعينة واللي يخش الأولاد يعني أمور كده كمان لا يسمح بخطأ أيا كان وعادة يعني الرجال عندهم نقطة مثالية في حتة أنه لا يسمح لمرأة أن تخطئ هو يمكن يسمح لنفسه أن يخطئ وعنده مبرراته لكن المرأة لا فده نعم مثالية كلنا بشر وكلنا ضعف ما يعني أنا أغلط وأدي نفسي المبررات ولا أسمح للمرأة أنها تغلط ده مش دعو للخطأ محاسبة طبعا ده مش دعو للخطأ لكن الفكرة هو الاعتراف بالواقع ليه عايزين نوازن نكون واقعين في نفس الوقت كمان إذا كان في نوع من مثالية جميلة مطلوبة هي الآتي نكون قدامنا نمازج عليا جميلة نحاول نقلدها سواء نمازج روحية نمازج أخلاقية نمازج نكح في المجتمع نمازج نكح في الجواز ده لا ده المعنى الإيجابي بس من المثالين تلزم هالأمور نوع من العقلانية والحكمة أكيد الحكمة هي أهم عنصر بالعلاقات من كانت زوجية أو خارج الزواج في مقولة كمان بتقول بهيك حالات إنه لأنه هون عم تسأل إذا العيد فيها أو فيه قال هي على خطأ هو على خطأ يمكن مش ضرور دهما نقول أو نحط هالخاطئ بهالإطار مش ضرور نلفز كلمة خطأ بس في مقولة بتقول تيكون زوجك مليء بالحب ما يشوب هول الشوائب كل ما أنت على خطأ لازم تعترف فيه وإذا أنت على حق اسكت مش ضروري تعبر له للشخص أنه أنت اللي على خطأ أنا صحيح شكرا دكتور على حضورك معنا شكرا على المدخلات الجميلة وعلى إجابتك على الأسئلة اللي ترحوها المشاهدين إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من وضعك اليوم ومنشوركم أحباء المشاهدات ومشاهدين الكرام على تواجدكم معنا ببرنامج مشهورة كافي ما تنسوا أنه تتواصلوا معنا على عنوان البريد الإلكتروني وأيضا على رقم الهاتف الظاهرين أمامكم على الشاشة بيسعدنا تلقي تعليقاتكم بيسعدنا كذلك الإجابة على أسئلتكم وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من البرنامج سلام الرب معكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر